الصيدلية النبوية مع فارس جمال بسم الله الرحمن الرحيم كلنا دائما نجلس في مجالس نتجاذب فيها أطراف الحديث مع زملائنا في العمل مع قراباتنا مع جيراننا مع أهلينا وإلا لا تخلو هذه المجالس من كلام في بعض الناس غير الحاضرين وهذا ما يسمى في ديننا بالغيبة في حديث عظيم سنقطفه من صيدلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كي ينجينا الله عز وجل من هذه الصفة المذكورة في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو برزة الأسلمي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتتبع عوراتهم يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في هذا الحديث العظيم نستخلص أمر هام جدا إننا ما نتكلم في الناس الغايبة تعرفوا إن الله عز وجل يغفر كل الذنوب زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية لكن إلا ذنب واحد حقوق العباد لا يغفرها الله حتى تذهب إلى الشخص الذي اغتبته وتكلمت عليه وتطلب منه السماح وأن يحل لك وأن يبيحك إذن حقوق العباد عند ربنا سبحانه وتعالى هي خط أحمر ومن ضمن الحقوق الغيبة أن تتكلم في الناس وفي أعراضهم يا أخي حتى لو جيت قلت فلان قصير أو فلان طويل أو فلان يخصة عالي مزعج أو فلان مثلا عنده لدغة في الراء هذه كلها ترى تعتبر من الغيبة فلان مشيت بطيئة مو قادر يمشي بسرعة فلان نحيف فلان متين وهكذا هذه كلها أمور من الغيبة إذا ذكرتها في عدم حضور الشخص تعد من الغيبة إذن الغيبة كما للأسف البعض يسميها فاكهة المجالس وهي ليست كذلك لأنه في بعض الناس ما يستلذ إلا إذا بدأ يتكلم في الغائبين والله فلان شفتش سر له فلان والله سر له حادث فلان طلق زوجته فلان حصل له كذا لا يا أخي لا تتكلم في الناس الغائبين لأنها كلها راح تسجل عليك سيئات وذنوب وبكرة أصلا هذا الشخص يوم القيامة راح يعطي الله عز وجل من حسناتك يعني تخيل أنت صوام لله الاثنين والخميس وقوام وعبد طائع تقوم في الليل وحريص على إخراج الصدقة تخيل إجي هذا الشخص اللي اغتبته يوم القيامة بارد مبرد يأخذ حسناتك ويأخذ نتائج أعمالك الصالحة يأخذ الثواب كله هو له انت اشتغل وتعمل أعمال صالحة ثم هو يأخذها منك ليش؟ لأنك اغتبته عشان كذا دائما أقول أنا الغيبة 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 لن يغفرها الله لك حتى تطلب من هذا الشخص أن يسامحك يعني ما يكفي أنك تستغفر عن الغيبة لا لابد تذهب إلى الشخص الذي اغتبته وتقول له يا فلان أنا تكلمت عليك أرجو منك العفو والصفح لكن إن كنت توقع أنك لو ذهبت منه وتطلب منه السماح وتخبره بأنك اغتبته ربما حتحدث مشكلة أكبر لو ذكرت له ذلك تلك الساعة لا تخبره كما قال أهل العلم إنما استغفر له واستغفر لنفسك وادع الله عز وجل له بظهر الغيب حتى ترى أنك قد كافأته وكذلك تصدق عنه إذن الغيبة المغفرة فيها ليست سهلة تحتاج إلى أن تذهب إلى الشخص وتطلب منه المسامحة طيب إحنا ليش نحويج أنفسنا لذلك وليش كذلك نعطي حسناتنا وتعبنا في الأعمال الصالحة لغيرنا ليش ما يكون عندنا فقه عجيب وجميل أننا لا نغتاب أحدا أختم بهذا الحديث اسمعوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يا ليت نروض أنفسنا ونعودها على إننا ما نغتاب أحد ولو شفنا أحد يغتاب أحد نقول له يا ليت يا حبيب نتوقف عن الغيبة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر